اهلا بكم متابعين في كل مكان وجولة في اهم وابرز الاخبار ونبدأها من هيئة قناة السويس حيث اكد الفريق يسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان قاطرات الانقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والاعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة من قافلة شمال في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء واشار رئيس الهيئة الى ان المعاينة المبدئية افادت بعد موجود اي تلفيات بالغة تسقر او وفوع اي حوادث تلوز بمخيط الناقلتين الى ان تاقم الناقلة بوري افادت بقدوس عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها وذلك لحين اصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة لقطرها اما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس المزراء فاصدر تحليلا جديدا صلت من خلاله الدوع على حالة وضع سوء العالمي في الوقت الراهن وما يصاحبها من ازمات او تغيرات جوهرية واوضح المركز ان التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم انعكست على التشغيل حيث ادى التقدم التكنولوجي والعملي الى اعادة تشكيل اسواق العمل على المستوى العالمي باصره كذلك سوف تبرز الوظائف الخضراء حيث تتوقع موظمة العمل الدولية توافر 60 مليون فرصة عمل اضافية على امتداد ال 15 سنة القادمة جراء التوجه نحو اقتصاد اغدر وفي ظل التوجه نحو الميكنة العمل فان العالم سوف يشهد توسعا كبيرا في استخدام الروبوتات اما وزارة الاسكان فلديها اخبار هامة حيث صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بانه جاري حاليا الاعداد لطرح المرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج وذلك بالتنفيق مع البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وذلك في اطار جهود الدولة لتوفير الاراضي السكنية لابناءها العاملين بالخارج وتلبية رغباتهم في تملك مسكنهم الخاص وربطهم بوطنهم الام واوضح وزير الاسكان ان المرحلة التاسعة ستضم 2530 قطعة ارض بمواقع متميزة ب14 مدينة جديدة هم القاهرة الجديدة 6 اكتوبر الشيخ زايد العاشر من رمضان وسادات و15 مايو دنيات الجديدة والشروق والعبور الجديدة اكتوبر الجديدة وحضائق العاصمة والمينيا الجديدة وإنة الجديدة وأسوان الجديدة أما رياضيا يصل اسويسري مارسل كولر المدير الفني للأهلي ومعواق مع موني إلى القاهرة اليوم الأربعاء استعدادا لبدء فترة الاعداد مع الأهلي وذلك في بداية التحضير للموسم الجديد بعد انتهاء فترة الأجهزة التي حصل عليها اللاعبين والجهاز الفني بعد مباراة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بختام الموسم الماضي ونختتم مع حضرتكم هذه الجولة الإخبارية بأحوال التقص حيث كشفت الهائة العامة للأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تقص حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد وأعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية والسماح الشمالية 31 درجة مئوية وجنوب سيناء 40 درجة مئوية أما شمال الصعيد 37 درجة مئوية وجنوب الصعيد 44 درجة ويتوقع أن يشهد اليوم إطراف الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة إرياح من 50 إلى 60 كم في الساعة مع ارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار كده نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية وأشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا من نايحيا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر